والله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة التفسير احلام والركيهات الشرعية. النهاردة هنتكلم على اماكن لو شفنا ان احنا موجودين فيها فهنعرف ان ان شاء الله في قدوم اه رزق في قدوم احبار سارة في تحقيق اه امنيات. اه احنا عملنا اكتر من جزء اه او يعني اكتر من بيتجو عن الموضوع دوت هتلاقوهم موجودين في القناة. النهاردة ان شاء الله هنكمل. اه اول مكان لو شفنا ان احنا موجودين فيه هو رؤية المطبخ. اه رؤية دخول المطبخ في المنام من الرؤى اللي بتدل على قدوم خير للشخص على اه قدوم رزق كمان. دخول المطبخ بشارة بسماع احبار اه سارة هيسمحها الشخص خلال الفترة المقبلة. اه رؤية دخول المطبخ هو يلاقيه الشخص انه اه نضيف وانه هو اه اه يعني اه شكله حلو ومش اه مش متبهدل. فبشارة بوصول الشخص لطموح او لهدف. اه كمان اه من الرموز اللي بتضل على اه على الشخص. خصوصا لما يشوف نفسه انه اه بيطبخ اه يعني واقف في مطبخ وبيطبخ طعام اه او اكلة هو بيحبها في المنام. كمان المطبخ من الرؤى برضو المبشرة اه بي اه لما يشوف الشخص المطبخ الواسع النضيف ابشارة بزوال للمشاكل كمان اه بساعة اه في الانرزق. اه خصوصا اه لو كاد هو عايش فترة فيها اه دائقة ومالية فمن الرموز اللي بتضل على ساعة في انرزق يمكن بعد اه ديئة. المطبخ كمان من الرموز اللي بتضل على تحسين احوال الرأي بشكل عام وشعوره بسعادة وشعوره بسرور. المطبخ كمان الكبير النضيف في المنام المترتب من الرؤى اللي بتضل على روح بال للرأي وعلى استقرار وعلى رزق اه حلال. اه كمان المطبخ برضو من الرموز اللي بتضل على تغييرات ايجابية هتحصل في حياة الشخص. اه كمان حصوله على اه منصب او مكانة اه مهمة اه في اه عمله لو كان هو اه بيعمل. المكان التاني برضو اه رؤية البحر. ان اشوف نفسي ان انا اه في البحر. رؤية البحر من الرموز اللي بشكل عام بتضل على القوة وعلى السلطة. هانولها الرأي في المستقبل. لو كان دي يجر اه او بيمتلك عمل اه تجاري فبشارة بمال. اه برضو رؤية البحر من الرموز اللي بتضل على تحقيق امنيات بعيدة. اه والحصول حصول الرأي على شيء او كان بيتمنى او كان اه بيريده. اه برضو من الرموز اللي بتضل على نجاح في حياته اه في المستقبل. كمان اه لو كان بيسعى لوزيفة جديدة فمن الرموز اللي بتضل على وصيفة وعلى مكانة اه وعلى سلطة هيحصل اه عليها. اه كمان لما يشوف الشخص انه في البحر في المنام. اه فبرضو اه من الرؤى اه اللي بتضل على امتلاك اه مال وامتلاك اه خير كثير في الدنيا. خصوصا لما يشوف انه بيتناول ميت البحر او بيشرب اه ميت البحر. شربة ميت البحر كمان. اه بشربة سلطة. اه بشربة عمر طويل. وبركة في اللارز. الفتاة العزبائة متشوف انها بتشرب من ميت البحر. فده زواجها من شخص صالح ومن شخص ليش سمعة طيبة. اه كمان تعبية ميت البحر ده جمع اموال واموال اه كتير. الاغتسال في اه البحر او اختسال بميت البحر ده خلاص من اه زنوب وتوبة وهداية اه للرأي. اه كمان البحر برضو من الرموز اللي بتدل على تغييرات هيمر بيها الرأي خصوصا اه في مجال اه عمله. اه كمان البحر برضو لما يشوف الشخص ان البحر هادي في المنام ومفيش امواج فبشارة اه بي استقرار في حياته كمان زوال اه همومه او زوال اه مشكله. اه كمان اه لما يشوف الشخص انه بيختسل بيه اه اه البحر فتاشفاء لو كان الرأي مريض وكمان اه توبة اه كمان لو عليه ديون فبشارة لي بسداد ديون وخلاصه منهم او خلاصه اه من اه قرب. اه برضو من الرموز اللي بتدل على اه اه لو كان الشخص ساجين فمن الرموز اللي بتدل على ان هو هينال اه حريته اه بشكل عام. اه كمان رؤية البحر اه شط البحر في المنام ده مال ونجاح في مجال العمل. لما يشوف الشخص انه بيقترب اه اه او البحر بيقترب منه فده تحقيق اه امنيات وكمان اه تحقيق اه طموحات كان بيسعى اه ليها. لو شخص مقترب وشاف انه هو على شط البحر فده بشارة بعودة لي اه وطنه وكمان خلاصه من حزن او من اه قرب. اه كمان البحر برضو من الرموز اللي مباشرة بوصول الشخص اه لي اه مكانه وخلاصه من قرب وخلاصه من دين اه كمان تحقيقه لي اه امنيات. اه برضو البحر من الرموز اللي بتدل على اه 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 نجاح الرأي في اه عمله او في حياته وتحقيق انجازات بشكل عام. اه كمان رؤية البحر لما يبقى هائج قوي او فيه امواك كتير وبعد كده يهدى فده من الرموز اللي بدل على تغييرات في حياة الرأي للافضل وكمان بشارة بخلاصه او خروجه من اه ازمة. المكان التالت معنا النهاردة هي اه رؤية الالعة. اه رؤية الالعة او دخول للشخص يشوف نفسه ان هو اه في اه الالعة. اه من الرؤية اللي بدل على تغييرات ايجابية في حياة الشخص. والتغييرات هي هتكون تغييرات ليه الافضل. اه كمان اه لما يشوف الشخص انه اه مقيم في الالعة او يشوف الالعة ضخمة فبشارة بفرق وحسول الرأي على فرصة عمل او فرصة السفر في القريب. كمان رؤية الوقوفه الالعة في المنام فده علوه شأن ليه الرأي. اه برضو من الرؤى لما يشوف انه بيسكن بداخل الالعة فده ترك اه زنوب او ترك اه محاصي وخلاص من اشياء سلبية كان هو اه بي بيعملها. اه كمان اه من الرؤية برضو لما يشوف الشخص انه هو اه في الالعة فده اه برضو بشارة بحصول الرأي على فرصة عمل جديدة. فرصة العمل دي هيحقق من خلالها اه تموحاته او اه امنياته. اه كمان فرق الالعة من الرموز برضو اللي بتدل على سعف رزق الرأي وكمان على حصوله على اه منصب او على مكانه. اه كمان من الرؤى اللي بتدل على الاستقرار. اه ترك اه تلات اماكن لو شفنا ان احنا موجودين فيها فنبشر بايه سعف رزقنا. اه نبشر بتحقيق اه امنيات. نبشر بقدوم اخبار اه صغره. اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في اي سؤال اه استفسار اكتبوري تحت. وانا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركم جنتين وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.